موسيقى مساء الخير أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة الليلة من برنامجكم الأسبوعي أكثر من عنوان حلقة الليلة هي حلقة تهم كل عائلة تهم أطفالنا مع نفسيتهم شخصيتهم وتحصيلهم التعليمي ويومهم وغدهم مشهد يحدث مرارا وتكرارا في عائلاتنا جميعا من دون أي استثناء كم عائلة عاد ابنها من المدرسة وهو ممزق الثياب أو يبكي لحد الانهيار ويتحدث بصوت خافت ويبكي بصوت عال واضع يديه الصغيرتين على وجهه الأحمر من شدة المكاء ويقول باكيا لا أريد أن أذهب إلى المدرسة مرة أخرى أكره المدرسة وأكره زملائي وأكره كل شيء إذا كانت العائلة لديها الحد الأدنى من الوعي يجب أن تستفسر من ابنها عن الموضوع وفي حالات قد تتهمه بالإهمال والتهرب من الذهاب إلى المدرسة بين هذا وذاك يتيه بعض الأطفال في دوامة اسمها التنمر المدرسي أكثر من 13 ألف طفل يتعرض سنويا للتنمر أكثر من 160 ألف طفل يتسرب عن المدرسة بسبب التنمر ظاهرة تكتسح مدارس العالم وقد تزيد في مدرسة وتتضاءل في أخرى بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو حدث وطني للحد من ظاهرة التنمر أصبح فيها يوما وطنيا لهذا الموضوع أصبح يوم وطنيا موجود بالولايات المتحدة لهذا الموضوع بعض النشطاء نظموا حملة هي حملة You are not alone أنت لست لوحدك ضد التنمر أين أطفالنا من هذه التحركات الحكومية والفردية ما هو التنمر داخل المدارس من هم المتنمرون ما هي شخصياتهم وماذا وافعهم من هم الضحايا كيف يتصرفون ماذا يشعرون كل هذه أسئلة نحاول أن نقف عندها الليلة في حلقة الليلة من أكثر عنوان برنامجكم الأسبوعي خطها العنوانها بالخط العريض التنمر في المدارس ظاهرة تضر أطفالنا في حضرهم ومستقبلهم كيف نحميهم ونحمي جيلا كاملا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انطلقنا في الحلقة من مجموعة من صور التي تظهر أنواعا من التنمر كما تصور فرحة التلاميذ المتنمرين وتظهر مدى إحراج الطفل الضحية إن صح التعبير تظهر أيضا أن ضحايا التنمر إن كانوا ذكورا أو إناثا ومن كل الأعمار وهم من كل الفئات ومن كل الأعمار وكما يمكن من خلالها أن نلاحظ أن طرق التنمر عديدة قد يبدو مصطلح التنمر غريبا لدى الكثيرين في مجتمعاتنا العربية سنحاول تسليط الضوء على هذا السلوك لما له من أهمية كبيرة في حياة أطفالنا لكن في البداية ما هو التنمر؟ من هم المتنمرون؟ يعرف التنمر بأنه استقواء طفل أو مجموعة من الأطفال على زميل لهم في الحي الحارة الصف أو المدرسة والقيام بمضايقته جسديا أو معنويا يكثر انتشاره ضمن المدارس يمكن وصف التنمر المدرسي بالعديد من الطرق المختلفة التي قد تشمل العنف الجسدي مثل الركل أو الضرب أو تمزيق الشعر وقد تنطوي فقط على الشتائم أو العزلة عن المجموعة ويتم الإساءة إلى الفتيات خاصة بطرق قد لا يلاحظها الأشخاص الآخرون على الفور لكنها تؤذيهن بشدة يمكن لأي شخص أن يصبح هدفا لأعمال التنمر إذ لا تنتهي هذه الأعمال بالضرورة حتى لو حاول الأشخاص المستهدفون تغيير أنفسهم وفقا لما يطلبه المتنمرون على سبيل المثال عندما يفقد شخص بدين الوازن فقد يجد المتنمرون سببا جديدا لإساءة معاملة هؤلاء طلاب المستهدفون أو البدء في الإساءة يقومون بإساءة استخدام الأطفال المستهدفين والبدء بالإساءة لطالب آخر لا توجد أي أسباب فعلية على الإطلاق تبرر أعمال التنمر والترهيب داخل المدارس في الماضي كان يعتقد أن المتنمرين يمارسون أعمال الترهيب والتخويف لأنهم يعانون من تدني احترام الذات أما في الوقت الحاضر فتعد الحاجة إلى إثبات الشخص المتنمر لذاته ولتأكيدها هي السبب الأكثر احتمالا وشيوعا وقد تكون أن المتنمر نفسه هو ضحية سابقة لأعمال الترهيب والعنف يجب أن تتوقف أعمال التنمر والترهيب ليس فقط بسبب الضحية ولكن أيضا من أجل المتنمر نفسه إذ تشير دراسات إلى أن المتنمرين أنفسهم من المحتمل أن يكونوا أكثر فشلا في الحياة في وقت لاحق معي في الستوديو سيدة ساندي المحسيري الخبيرة التربوية وأم لثلاثة أولاد مساء الخير أهلا بك معنا سيدة ساندي لينا تحدث أكثر عن موضوع التنمر معك لنبدأ بشكل شخصي يعني من تجربة شخصية وخاصة حدث هذا مع أطفالك في المدارس يعني أكيد هو بيحصل مع كل أم عندها أولاد بيروحوا على المدرسة بيصير تعليقات من طلاب آخرين على أي شيء بيشوفوا مختلف عند طالب بس كل ولد له رد تفعيل مختلفة عن الثاني وإله طريقة في التعامل والتصرف وبيعتمد كمان على أنه هل إحنا منكون مواجهين أولادنا لأنه ممكن تحدث هاي التصرفات هاي أحد الأشياء اللي لازم نحكي فيها حضرتك بتفضلي أنه يكون فيه ما قبل حتى الذهاب إلى المدرسة أنه تجعل طفلك مستعدا لازم يكون عارف كيف يرد كيف يجاوب إذا حدا دايقه لازم الولد يكون عارف من قبل قبل ما يدخل للمدرسة أنه شو طريقة الرد شو التصرف اللي لازم يعمله كيف بشو أنواع اللي تنمر اللي مثل ما قلت يعني الكل بيتعرض لهذا الموضوع أي أنواع لأن ذكرنا في عدة أنواع هلأ مثلا يعني هلأ إذا الأولاء يعني فيه مثلا ممكن ولد بيلبس نظارات بيعلقوا عليه أنه بيلبس نظارة أسنانه عنده فرق بالأسنان بيعلقوا أنه الأسنان فيها فرق هاي أنواع من الأشياء اللي بتحصل للاولاد هلأ كيف طريقة الرد لازم يكون عنده القدرة أنه يفهمهم اللي هيك عم بيقولوا هل هو لأنه هو مختلف عنهم هل هم لأنه ما عندهم هذا الشي هل هو لأنه الشخص اللي بيعلق هيك بيكون متدايق منه بشي يعني لازم يكون عارف إيش السبب وطريقة الرد عليه بتعتمد على أنه هذا الطفل اللي تعرض لهذا الجواب مش بتعلاية الصوت تعلاية الصوت ممكن تخليه المتنمر يفهم أنه الولد استفز من التصرف فردة الفعل لازم تكون بحزن أنه أنت عم بتدايقني يعني يفهمه أنه هو متدايق من هذا التصرف مش الخجل بس كمان لشخص متنمر يعني ما راح يكون سهل التعاطي بأنه أنت يعني هو يعلم وهو يفعل هذا لمضايقة الآخرين صحيح؟ 100% هذا كلام سليم 100% أنه الولد اللي بيعمل هيك هو بيعمل مشان يدايق له قدامه مشان يثبت لنفسه أنه هو أقوى بس إذا الولد خجل وأخذ جانب راح يستمر بردو ما راح يردعه لكن لو كان حازم فإنه يعني أنت عم بتدايقني لو سمحت توقف بسد مشد مش بصوت عالي الصوت العالي بيخليه يكرر التصرف مرة ثانية يعني لما يعلي الصوت بيعرف أنه استفزه ووصل للي بده إياه لكن لما يكون حازم في الرد هذا بيخلي أنه يتوقف ما بقولك من أول مرة ممكن مع التكرار يلاقي أنه ما في نتيجة هذا فيما يتعلق بردة فعل الطالب مفروض بس فيما يتعلق بالتربويين كيف يجب أن يتعاملوا مع هذا الموضوع يعني مثلا أن يعاقبوا بطريقة ما مثلا المتنمر أو أنه يتحدثوا إليه مع خبناء نفسيين لأجل معرفة جذور هذه المشكلة يعني للإفصاح هو لازم التواصل مع يعني خصوصا في المدارس إذا كان الحديث عن المدارس لازم يكون فيه تواصل بين الأهل والمدرسة إذا أنا حسيت أنه ابني تعرض إلى تنمر بالمدرسة لازم أتواصل مع المدرسة أنه هذا الطالب عم بدايق ابني وأشوف إيش التصرف المناسب هل ألتقي أنا وأهل الطالب هل المدرسة تعمل إجتماع مع أهل الطالب اللي دايق ابني يعني هو بيعتمد على أكيد فيه أسباب لهذا السلوك وغالبها بيكون يا إما هو عم بيقلد حدا يا إما هو تعرض لهذا الشيء من قبل يعني المتنمر ما بيكون صحيح ورد هذا بما ذكرناه قبل قليل وأنه صحيح حدث معه سابقا أو شو الخيارتين اللي قلتي سيدة سيدة سيدة؟ يا إما حدث معه سابقا أو هو عم بيقلد آه هذه نقطة مهمة كمان يعني شاف ردة الفعل على الطالب المتنمر سابقا أنه الأولاد بيشجعوا بيوقفوا جنبه فهو بصير قوي فإنه لا تصير نفس ردة الفعل معه بصير هو يتنمر على بقية الطلاب وهكذا وممكن يشوف كمان شايف ويمكن بأفلام منشوف كتير هيدا الشاهد للأسف الألعاب الإلكترونية صارت تعتمد على مسميات البطل الأوحد وبالتالي الأولاد صار عندهم أنه أنا بس وهذا نوع من أنه الولد بيعتمد على أنه هو يكون نمبر ون وما في حدا غيره لحنا لازم نزرع بأولادنا أنه لازم تكون أنت وغيرك تنجحوا مع بعض ما في واحد بنجح لحاله يعني هم لازم يعرف الولد أنه مو لحاله بينجح صح طيب قديش موضوع التربية سيدة ساندي يعني الجو التربوي كله بالمدرسة وبيه الأهل وزرع الوعي طبعا لدى الولد مهم بالتعاطي مع الموضوع لا يقافه حتى يعني بيه أفلام من حضرة دايما على موضوع البوليينج في كتير طبعا هيك مشاهد دايما بيطلع أنه إذا فيه يعني استخدام صح للعلاقة تعامل صح مع الشخص المتنمر يتضح بعدين هو شخص حدا كتير منيح من جوه أكيد أكيد هو هو غالبا اللي بيعمل هاي التصرفات بيكون عليه ضغط بيكون عنده ردة تفعل وبيكون أضعف عادة حتى بالأفلام بده يعمل إثبات لذاته عن طريق أنه هو متنمر مش أنه ما فيه بني آدم بين خلق متنمر هي البيئة المحيطة هي اللي بتطلع واحد متنمر أو بتطلع واحد حدا يتنمر عليه يعني هي ما هو فيه طرفين والأساس في النهاية هو بيوتنا والمدارس مع بعض نحنا منشتغل مع بعض ما فيه حدا بشتغل لحاله ما منقدر نشتغل لحال لازم الجهتين يتساعدوا مع بعض لأنه لما بيكون بالبيت أنا واجبي كأم أني أوجه أولادي أنه ماما ما تأذي حدا ماما الإشي اللي أنت ما بتحبه ما تعمله لحدا لازم الولاد تتنبه يعني أنا هيك بشوف أنه الأساس من آه طبعا طيب عائلة من يتنمر يعني هن بيكون عندهم فكرة بغض النظر عن تفاصيل ما يحدث في المدرسة عن شخصية هذا الطفل شخصية هذا الابن للأسف لأي درجة في حالات هي بتكون فخورة أنه ابني أنا هو القوي وبتجرب يعني تغاضى النظر عن بعض الأمور أعتقد لو عندهم الوعي الكافي ما رح يكونوا فخورين ولا سعيدين بأنه أبنائهم يكونوا متنمرين هناك أسباب غالط موجودة؟ موجودة طبعا موجودة وهي على فكرة الولد المتنمر واللي هتلاقي أهله يعني بيأيدوا هذا الشي هتلاقي عندهم هم بالبيت يا أما بتعاملوا مع الخادمات يا أما شافوا التصرفات يعني هم بالنسبة لهم الموضوع عادي فبيكملوا على الأولاد أنه هذا شي عادي وهذا شي نحنا نفخر فيه وللأسف هو بالعكس تماما هو شي يعني بيحزن طبعا بالعالم العربي بشكل عام لأي درجة نحن موجودة لدينا ونعانيها هذه ظاهرة ظاهرة التنمر؟ للأسف يعني أنا صراحة ما عندي أرقام ثابتة بس يعني نسبة كبيرة؟ يعني موجودة نقدر نقول إنها نسبة موجودة يعني صارت واضحة بالسنين الأخيرة بنا نقول يعني صارت واضحة عنها يعني نادرا لما تلاقي بيت ما عنده هاي المشكلة هاي المشكلة يا أما الولد متنمر يا أما الولد متنمر عليه صحيح طيب في في نقطتين اللي اختلف هذا الوضع عن السابق وبالجيل الجديد طبعا كلنا بنعرف من خايف من الجيل الجديد صرنا عصم الله ومن وعي ومن شخصية قوية زيد هذا الموضوع بالجيل الجديد مع القوة وقوة الإفساح أمصرنا نحكي عن الموضوع ما كنا نحكي عن موضوع التنمر ما كنا نحكي عن موضوع البولينغ بالمدارس مزبوط إحنا ما كنا منحكي عنه قبل ما كانت واضحة بالنسبة لنا ويمكن المصطلح الجديد علينا ما كنا مستخدمينه من قبل هلأ يعني كان بنقول الولد عدواني يتعدى على أصحابه هلأ صارت مقسمة أنه أنواع للاعتداء وصار أنه التنمر صارت كلمة التنمر مصطلح يستخدم في وصف أحد المشاكل الطفولية يعني بس للأسف هي مش بس عند الأطفال هي كمان حتى بالكبار بتلاقي في عندهم هاي الصفات طبعا طبعا وبتحدث بشكل كبير سأتابع معك سيدة ساندي نتابع الآن في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن ظاهرات التنمر المجموعة من السور هذه نتابعها هي تصور حالات من التنمر ثم نعود لمناقشة هذا الموضوع بشكل إضافي ترجمة نانسي قنقر نعود إلى ضيفاتنا الكريمة في الستوديو سيدة ساندي محسير سيدة ساندي أهلا بك من جديد يعني طبعا طبعا هذه صور تظهر ما يحدث في المدارس مشاهد من متنمرين ومتنمر عليهم بالمدارس هل نحن على الطريق الصحيح في معالجة هذا الموضوع يعني الموضوع ليس بالسهل لا نتحدث فقط عن لا أعرف هنا كمان بدي أخد رأيك قديش بيختلف الموضوع عن العالم الغربي يعني بالعالم الغربي ممكن يتفاقى من الموضوع ليسير خطير جدا بكل حالات هو خطير نفسيا بس لأي مرحلة منوصله بالمناهج هل نحن على الطريق الصحيح بمعالجة الموضوع أعتقد أنه إحنا ماشيين على الطريق الصحيح لأنه أغلب المدارس عم تعمل نشاطات تدمج فيها كل الطلاب وهذا شيء بيساعد أنه الطلاب تشتغل كمجموعات لإنجاح عملها فهذا الشيء مهما يعني حكينا عنه هو شيء بيساعد أنه الطلاب يحسوا أنهم مجموعة واحدة وبينجحوا مع بعض مش أنه شخص هو اللي بنجح المجموعة فطبعا نظام التعليم الحديث هو شيء مهم وفي رأيي أنه هو بيساعد على القضاء على هذه الظاهرة بإذن الله يعني أعتقد أنه نظم التعليم الحديثة تساعد في التخلص من ظاهرة التنمر المناهج التربوية بالمدرسة بشكل عام إلى أي درجة مهمة كمان يعني من ناحية مثلا وعندنا الشيط بالحلقة عن الشيط النفسي حتى وجود خبيرين نفسيين بالمدرسة إلى أي درجة مهم يعني المتنمر هو شخص معروف يعني الجلوس معه والتحدث معه دائما إلى أي درجة هو يعني هذه نسبة مهمة من السيطرة على الموضوع قبل حدوثها حتى صحيح هي ظاهرة وجود الخبراء النفسيين في المدارس طبعا أمر كتير مهم لأنه صارت فيه ظواهر كتير مش بس ظاهرة التنمر الخجل الزائد يعني فيه أكتر من ظاهرة بتحتاج إلى خبراء النفسيين عندهم الخبرة الكافية والديراية على أنه يعالجوا هاي الأمور مع الطلاب فطبعا وجودهم شيء كتير مهمة أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا هنا في الستوديو سيدة ساندي ألم حسير الخبيرة التربوية الله يخلي لك أولادك شكرا الله يساعدك شكرا كتير حبيبا نحن نتوقف مع فاصل قصير مشاهدين ونعلم أهلا بكم من جديد إلى هذه المادة من إحدى المدارس المصرية كيف تكون ظاهرة التنمر هناك ظاهرة سلبية نشأت في المدارس وبدأت تغزو المجتمعات العربية وتندرج تحت مسميات مختلفة من بينها العنف ضد الأقران أو التنمر المدرسي والتسلط والاستقواء تجولنا بإحدى المدارس للتعرف على هذه الظاهرة على أرض الواقع لكننا كنا مع تجربة مختلفة للمدرسة كونها تنظم ورش عمل للطلاب للتعرف على التنمر وأنواعه لحماية الطلاب والوقاية من آثاره التنمر الاجتماعي وده اللي فيه الأولاد ممكن أنهم يتفقوا ضد زميل لهم أنه يكون مستسنى من الألعاب معاهم أو أنه يحردوا بعد على أنهم ما يتكلموش معاه كان فيه كمان التنمر الجسدي وده اللي فيه حد بيستعرض قوة جسدية أو بيستخدم جسده في أنه يأذي غيره وكان فيه كمان التنمر اللفظي وده اللي فيه الأولاد بيستخدموا ألفاز بيأذوا بيها غيرهم قادنا الأمر إلى الالتقاء ببعض الطلاب ممن خادوا التجربة وكيفية التعامل مع المتنمرين والحفاظ على العلاقات فيما بينهم إحنا نروح نقول لحد كبير أو مثلا لو لحد كبير يبدأ معلش حاجة إحنا مثلا نقوله وبطل يعني أنت مش هتستفاد بحاجة هو ممكن يقدر يبعث لك على تويتر أو الماسنجر أو الواتساب أي مواقع يعني ويكتب كلام فيه مش كويس ويبعثه ويبعثه على طول ممكن نعم بلوك روحنا تكلمنا معاهم عن الموضوع هم تقبلوا الكلام معنا ابتدأنا نفهمهم أن لا يعني مش معنى أن أنا كبير معنى أن أنا كده هأزيك بالعكس إحنا ممكن نبقى أصحابه وممكن أنت لو عندك مشكلة على السوشيال ميديا هتيجي تحكي لي وإحنا الاتنين هنقدر نحلها وتشير بعض الإحصاءات العالمية إلى خطورة انتشار هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها فبعض الإحصاءات التي رصدناها تشير إلى أن مليار طفل بالمدارس بالعالم يتعرضوا ربعهم إلى التنمر وحوالي 160 ألف طالب يهربون من المدارس يوميا للسبب ذاته وفي نيوزولندا تعرض حوالي 63% من الطلاب إلى الممارسات نفسها أما ولاية إلينوي بأمريكا فجاءت نسبتها 50% في مقابل 35% في أيرلندا نسب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات بالمدارس بالعالم العربية وتفعيل الأطر واللوائح الداخلية لمقاومة تلك الظواهر بحريسة أوي أوي في أول السنة إن أنا أعرف الطلب الجداد اللي جايين محولين للمدرسة بالطلب الأدامي اللي موجودين لأن أول حاجة تحصل ممكن إنه الأدامي بقوا رفضين الجديد على إن ده مكانهم فبعرفهم ببعض وبعرفهم إن هم في الكام دقيقة الأولانية أو الساعة الأولانية هم ضيوف بعد كده هم أصحاب مكان زيكم زيهم بالزبط ما هي الإجراءات التي تفعيلها المدرسة؟ مع الطالب المتنمر أو المتنمر به؟ من تجربتي لما تفعلت معهم إنه بيبقى الأسهل إقناع المتنمر عليه بمعنى إنه مش لازم عشان حكي منا ما يكبر لأن أنا بأسس الشخصية للمستقبل مش بس للسنة اللي هو فيها بينما جاءت نسبة التنمر في مراحل التعليم المختلفة بحسب دراسة صحية لهارفورد عام 2011 كالآتي ففي المدرسة الإعدادية بنسبة 44% مقابل 20% للمدارس الثانوية و20% للمدارس الابتدائية وخلفت الظاهرة تداعيات نفسية توصف بالخطيرة للضحية تستلزم المعالجة والحماية لكنها تتوقف على مدى درجة الأذى الذي تعرض له المراهقة في حالة التنمر اللفذي ممكن سهلة قوي إن الأطفال من بداية سن صغير التوعية ليه هم مع احتواء إن هم يعرفوا إن ده سلوك مرفوض مع احتواء الطفل اللي حصل معه التنمر اللفذي ده تكون تجربة وتتنسي لكن أحيانا ممكن لفل أقوى من التنمر أو مستوى أعلى منه زي إن يكون فيه اعتداء جسدي قوي أو إن يكون فيه تنمر اجتماعي مؤثر نفسيا هيحتاج ساعتها تدخل من سكول كونسلور اللي هو بيكون الإخصائي النفسي أو الاجتماعي تختلف درجة مقاومة التنمر في البلدان العربية بصورة رسمية من خلال وزارة التربية والتعليم لسيما بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال مشروع منعهضة العنف بين الأقران الذي وجه الضوء على هذه الظاهرة وسبل معالجتها كنهج للدولة المتنمر والمتنمر عليها شخصيات على طرفي نقيد كما يراها المتخصصون الأول يستقوى على الثاني ويجعله أسيرا لسلطته لكن الواقع يبين أن الاثنين هما ضحيتان لنظام علاقات تحكمه القوى